اهلاً وسهلاً بكم بمساق اضطراب التوحد موضوع التوحد قد يكون مربكاً ومثيراً للجدل لقد قمنا بتصميم هذا المساق ليستهدف المهتمين من العامة والآباء والمعلمين والمعالجين والأطباء وهو مساق تقديمي نأمل أن يقدم للمهتمين خلفية مبدئية ويدفعهم لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع في هذا المساق سوف نشرح ونناقش معكم أولاً تعريف التوحد وكيفية إجراء تشخيص هذا الاضطراب نتلي ذلك بالتطرق لما نعرفه عن مسببات التوحد وأساليب العلاج هناك أساليب علاج مختلفة سنركز في هذا المساق على الأساليب المثبتة علمياً ولكننا أيضاً سوف نشمل الحديث عن بعض الأمور الجدلية في تشخيص وعلاج التوحد سترون أيضاً خلال هذا المسار تركيزاً أكثر على موضوع التوحد عند الأطفال والتشديد على التشخيص والتدخل المبكر نأمل أن ينال هذا المساق إعجابكم ونتطلع أيضاً للسماع والتعلم منكم ومن خبراتكم وتجرباتكم فلنبدأ هذا المساق بقصة إحدى العائلات العربية وابنها عامر يبلغ عامر سنتين ونصف من العمر وهو الإبن الثالث بين أربعة أبناء لديه شقيقتان تكبرانه بالعمر أربع وست سنوات وأخ أصغر منه سنة واحدة وهو يعيش في المنزل في إحدى المدن العربية الكبيرة تعمل والدة عامر بدوام جزئي كموظفة حكومية ووالده يعمل كمهندس يعيش أجداد عامر وأعمامه وأخواله بنفس المدينة ولديه 12 من أبناء الأعمام والأخوال بينما تكون أم عامر في العمل تعني به وبإخوته جدته أو إحدى عماته عامر طفل جميل جدا وبصحة جيدة تحبه شقيقاته ويرغبن باللعب معه والإتناء به حتى أن جدته تقول بأنهم يتكلمون نيابة عنه كل ما يريد أن يقوله ويفعلون الكثير من أجله لقد كان محبوبا للغاية للدرجة أنه لا يحتاج للرفع أصبعه لقيام بأي شيء فهم يرون أنه مدللا جدا في عمر السنتين والنصف بدأت والدة عامر بالقلق لعدم قيامه بالكلام أو استخدام أي كلمات حيث أنهم يمضي الكثير من الوقت يثرثر مع نفسه بكلام غير مفهوم ويثرثر عادة حينما يكون وحده وكأنه يسلي نفسه وبإنما كان أبناء عمومته الآخرين بنفس عمره يتكلمون ويقولون الكثير وحتى أنهم يقومون بتركيب الجمل غالبا ما كان عامر لا يستجيب عند نداء والديه عليه باسمه إلا أنه يضحك عند محاولتهم للعب معه وهو يحب الاهتمام الذي يرتلقاه من عائلته وعادة ما يضحك عندما يدغضغونه أو يتصارعون معه لاحظ والد عامر بأنه صبي مستقل جدا لا يتطلب الكثير ولا يطلب الكثير وعندما يريد شيئا يحاول الحصول عليه بنفسه وإن لم يستطع الحصول إليه يتخلى عنه ولا يطلب شيئا من والديه يبدو سعيدا جدا بالتجول في المنزل وحده ويحب اللعب بالسيارات والقطارات ويرتبها في صفوف طويلة ويمضي وقتا طويلا بتدوير عجلات القطارات والسيارات ومراقباتها لدى عامر ابن عم اسمه فادي فادي بنفس عمره وهو وحيد والديه بشكل مغاير لعامر يستعمل فادي العديد من الكلمات ويسمي الأشياء التي يراها كما يمكنه تركيب كلمتين معا مثل قوله وصل بابا أو أريد حليبا وفي حال أراد فادي شيئا لا يمكنه من الوصول إليه فهو يشير إليه بيده وينظر إلى والديه ليطلب منهم إعطاءه له وحينما ينادي والديه باسمه فادي عادة ما يذهب إليهم ويشاركهم باللعب أو الأنشطة الأخرى وعادة ما يذهب إلى والديه مناولا إياهما ألعابا ليلعبوا معه ويحاول دغدغتهم حين يرغب أن يقوموا باللعب معه أو دغدغته يحب اللعب بالسيارات والقطارات ويقودها على مسارها ويتظاهر بأن السيارات والقطارات يتحطمون ويضحك وينظر حوله باحثا عن والديه للتأكد من أنهم يشاهدوا كم أن هذه اللعبة مضحكة ومسلية الآن والدة عامر قلقة بعض الشيء حول سلوكياته إلا أن باقي أفراد العائلة غير قلقين تخبر جدة عامر والدته أن كافة إخوانها كانوا تماما مثل عامر في فترة الصغر ولم يبدأوا بالكلام حتى سن الثلاث سنوات وهم الآن ما شاء الله عليهم على ما يرام وناجحون ولكل منهم عائلته لدى عامر عدد من الشقيقات الذين يتكلمون أو يتحدثون نيابة عنه وهو مدلل للغاية لدرجة أنه لا يرغب أو يريد شيئا من جهة أخرى ابن عمه وحيد فهو لذلك يفسر أنه مرتبط أكثر بوالديه تتفهم والدة عامر هذه التفسيرات وحين تأخذه للطبيب لتلقي المطاعيم لا يبدل الطبيب أي نوع من القلق ولذلك لا تبوح له بقلقها وشكوكها وفي الواقع يكون عامر رائعا حينما يكون بمكتب الطبيب حتى أنه لا يبكي عند تلقيه المطاعيم بالرغم من كل هذه التطمينات تفضل والدة عامر قلقة ولكنها لا تعرف أين تذهب لتعرف المزيد عن ابنها عندها الكثير من التساؤلات والكثير من الرهبة حول مستقبل عامر لربما أمكنكم تخمين أن يقلق على عامر في الواقع أن قصة عامر قصة شائعة لطفل مصاب بالتوحد في العديد من الأماكن حول العالم بما فيها العالم العربي قد سمعت قصص مماثلة خلال تجربتي وعملي في العالم العربي حيث عادة ما يتأخر تشخيص التوحد نرى أن تشخيص التوحد قد يتأخر لما بعد بلوغ أربع سنوات أو أكثر على الرغم من أنه مع التدريب والتعليم المناسبين يمكن أن يشخص التوحد بعمر أصغر بكثير بين سنة أو سنتين من العمر أحد غايات تقديم هذا المساق هي رفع الوعي حول هذا الاضطراب الذي نسميه التوحد زيادة الوعي مهمة لأن الاكتشاف المبكر سيؤدي إلى التشخيص المبكر وبالتالي التدخل المبكر وتدخل المبكر والعلاج من شأن تحقيق فرق كبير في نمو الطفل المصاب بالتوحد في هذا الأسبوع الأول سنقوم بمراجعة الخصائص الرئيسية وأعراض اضطراب التوحد التوحد هو اضطراب يؤثر على النمو البشري الذي يبدأ خلال طفل المبكرة والأعراض الرئيسية للتوحد تتمثل فيه قصور في التواصل الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي في العديد من السياقات المختلفة الأعراض الأخرى الهامة والأساسية للتشخيص تجتمل على وجود أنماط محدودة أو متكررة تتعلق بالسلوك والاهتمامات والنشاطات